اشتركوا في القناة الفنان يوسف الشريف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عما اذا كان موضوع المسيح الدجال توقعات ام تسريبات للشهور القادمة في اشارة منه الى ان ما يمر به العالم من احداث كبرى منذ بداية عام 2020 ومنها فيروس كورونا المستجد الذي لم يتم العثور على لقاح له حتى الان وعاصفة التنين التي ضربت مصر في شهر مارس من جانبه اكتفى يوسف الشريف بالرد على هينيدي برموز تعبيرية ضاحكة وتسبب ظهور اياد نصار في مسلسل النهاية حالة من الجدل الواسعة بعدما اشار عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى انه يجسد شخصية المسيح الدجال وشهدت الحلقة الثالث والعشرين من مسلسل النهاية ظهور اياد نصار الذي ظهر وكأنه زعيم لجماعة الروحية بعين واحدة ضمن المذكرات التي كتبها الصحفي مصطفى خليل الذي جسد شخصيته محمود عبد المغني وظهر اياد نصار وكأنه شخصية خارقة لكل العصور حيث ظهر في مجموعة صور في حقوبات زمنية مختلفة من دون ان يتأثر سنه بالاضافة الى انه ظهر في المستقبل حيث زمن مسلسل النهاية في عام الفين ومئة وعشرين وهو بنفس المرحلة السنية تقريبا يذكر ان مسلسل النهاية فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامي ومن انتاج شركة سينيرجي ويشارك في بطولتها عمرو عبدالجليل واحمد توفيق وناهد السباعي ومحمود الليثي ان اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس دمتم بخير